شكراً سعادة الرئيس كان سؤالنا لهيئة تنشيط السياحة فيما يخص لواء البترة وكان هناك للأمانة عدة إجابات من ضمنها إدراج منطقة البترة ضمن المسارات جميع الرحلات الاستطلاعية وقامت هيئة تنشيط السياحة بدعم العديد من الأنشيطة والفعاليات لكن بصراحة ما كان فيه واضح شو هنا الأنشيطة والفعاليات اللي كانت أثناء فترة كورونا يعني كانت صراحة الأوضاع كانت سيئة جداً في البترة وكننا إحنا بنتمنى من هيئة تنشيط السياحة لو وضحت لنا بالذات هذه الفقرة فيه كمان عندنا قامت بيقول لك تقصيص مبالغ مالية لدعم الرواحل وبرضو حكوا أنه الأدلة السياحيين بس برضو ما كان فيه وضوح في الإجابة يعني فيه كمان بيقول لك أنه إحنا البترة خليناها يعني من ضمن خلاني نحكي الأشياء الرئيسية يعني أنا بقول أنه والله البترة مسوقها حالها لحالها يعني فأنا بتوقع أنه يمكن الهيئة تنشيط السياحة لسه بدها وبيقول لك إنها كمان صرفت مليون دينار على الموقع الأثري في البترة بس يعني للأسف الإجابة مش واضح يعني أنا كان بهمني أنه إجابة هيئة تنشيط السياحة تكون أكثر وضوحاً لأنه أنا لما بسأل سؤال مثل هيك أكيد أنا بكون عارف الإجابة أكون عارفة شو بدي فيما يخص الفعاليات أنا والله كان نفسي أعرفي بندول إياها يوضحوا لي إياها المليون سائح يعني إحنا حكينا البترة هي للشرق الأوسط كله يعني بدون ما الشغل هذا كله الحملات التسويقية يعني للأسف الإجابة ما كانت واضحة أنا كان بهمني أن يكون الإجابة أكثر وضوحاً يعني أنا وزملائي من لواء البترة يمكن إحنا شهدنا فترة كانت صعبة صراحة يعني حتى الرواتب الإقليم يعني إحنا كنا كانت مطالبات مننا عشان توفر هاي الرواتب بس والله أنا كنت نفسي أعرف أو أنه يعني مديرها الإطنشت السياحي كان يوضحنا إياها شو هن الأشياء أو شو البرامج أو شو الدعم المالي اللي قدم بالمليون دينار يعني أنا كان بهمني أعرف شو الأشياء اللي قدمت يعني تحكي لي دعم مليون دينار طيب لازم كنت حكيت لي ياها يعني أنا بنت البترة وهي نواب البترة يعني إحنا بدنا نعرف شو الدعم يعني كان هل كان فيه مثلا هناك دعم خلنا نحكي للأسر اللي كانت متضررة والمعروف إنه معظم أو خلنا نحكي 90% من الموجودين في إقليم البترة هم يشتغلوا في القطاع السياحي يارتي وضح لي اتفضل الأخ عبد الرزاق عربيات رئيس هي التنشيط السياحة شكرا سعاد الرئيس للتوضيح سعاد النائب بالنسبة للمبالغ التي تم تخصيصها أو دعمها للبترة كالتالي كلنا منعرف خلال فترة كورونا الأدلاء المحليين الموجودين في البترة تضرروا أكثر الناس متضررين فتم منحهم قروض بفترة سماح تقريبا سنتين خمس آلاف دينار لكل دليل ومعظم الأدلاء الموجودين في البترة استفادوا المبلغ حوالي كان تخصيص خمسمائة ألف دينار الإشي الثاني كان كل برنامج أردن نجنة دينارين على كل واحد بدخل على الموقع الأثري سواء استخدم أو ما استخدم الرواحل ببرنامج أردن نجنة خلال فترة السياحة الداخلية دعمناها لجمعية الرواحل وتم صرف المبلغ فتقريبا مبالغ التي صرفت خلال فترة الدعم تصل إلى حوالي مليون وشوي دينار استفسرتي عنه ساعة النائب متعلقة في التسويق والترويج زي ما اتفضل مع الوزير إحنا سبعين في المئة من المحتوى التسويقي والترويجي للبترة والآن الحمد لله زي ما اتفضل معا لي البترة تشهد حركة سياحية كبيرة جدا وإن شاء الله بدنا استثمارات أكثر تكون في البترة ورح نشتغل إن شاء الله مع بعض زي ما اتفضلتي على هذا الموضوع لكن بأكد لك أنه مرة ثانية للتأكيد المبالغ تم تخصيصها بغايات دعم جمعية الرواحل والأدلة المحليين وموجودة الكوشفات إذا بتحبي تطلع عليها موجودة في الهيئة بالإسم بالضبط أن هو الذي تقاضى هذه القروض شكرا شكرا سيدي تفضلي يعني هذا تجاوزا تفضلي تجاوزا تفضلي تفضلي يعني عطوبتك يعني أنا أتبعكي الإجابة بصراحة مش واضحة لكن أنا بطلب أنك تزودني بتلك الأرقام شكرا 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 ساعة النار الأمين العام